السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد و وصفة جديدة مع قناة نور شانيل فيديو اليوم سوف أتحدث عن علاج يقضي على البواسير نهائيا بإذن الله وهو علاج سهل جدا بمكوينيني فقط وهو مجرب سوف بدون تطويل طبعا في الفيديو سوف أحتاج إلى مكوينيني فقط سوف أحتاج أول شيء إلى قشر الرمان كما موضح هنا أنا أستعمل قشر الرمان المجفف لأنه كما سبق وتحدث في فيديوهاتي أن جميع الأشاب المتوفرة لدي تكون مجففة وذلك للاحتفاظ بها لأطوال وقت ممكن لكن إذا توفر لديكم قشر الرمان الأخضر أو الطازج فيمكن استعماله وبهذه المناسبة لا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديو مع أصحابكم على الواتساب والفيسبوك ومواقع توصيل اجتماعي لكي تعمى الفائدة وشكرا وسوف أحتاج ثانيا إلى ملعقة من الشاي أي شيء كان متوفر وإذا كان الشاي الأسود فيكون من الأفضل إذن هذين هم المكوينين الرئيسين لهذه الوصفة الآن نتقل إلى طريقة تحضيرها وطريقة استعمالها والآن وضعت المكوينين الاثنين في إبريق يمكن وضعوا في أي إناء قابل للحرارة وسوف أضع عليه كوبنا الماء كما موضح هنا في الفيديو والآن سوف أضعه فوق النار تكون قليلة يعني هادئة حتى يغلي لبضع دقائق فقط وبعد الغلايان يصبح بهذا الشكل شكله مثل الشاي تماما طبعاً تقوم بأخذ قطعة قماشة أو تكون نظيفة أو قطعة قطنة من أفضل أن تكون قماشة نظيفة في أفضل بكثير من القطن ثم تقوم بغمسها في هذا المحلول وبعد ذلك تضعه على البواسير تستليق به بشكل يومي بالنسبة لسؤال هل يمكن شرب هذا المحلول؟ طبعاً لا يمكن شربه لماذا؟ لأن البواسير عادة تكون نتيجة إمساك وهذا الماء أو هذا المشروب هو مر جداً فيمكن أن يسبب إمساك إذا قمتم بشربه لذلك فقط ضعوه على البواسير وإن شاء الله سوف تتخلصون منها كان هذا فيديو اليوم أي سؤال أتركه أسر في التعليقات سوف أجيب عنه في الحال إذن إلى اللقاء